بيوشيد بالشباب بيتكلم على الشباب بعملية تصميم نظم امن المعلومات وازي بيتم اعتماد عليهم ممكن تشرح لنا وتدينا فكرة عن الشباب المصريين اللي هما النهاردة اصبح شركات العالمية الكبرى بتعتمد عليهم والله فقط يعني الحقيقة ان الحديث اللي تفضل بدولة رئيس الوزارة كان في تقدير النتاج لنمازج رائعة من الشباب اللي التقنا بيهم في الشركات اللي ذكرتها لسيادة فعلا شباب رائع اولا احنا كنا دايما في كل شركة بنسأل سؤال مهم جدا نسبة الفتيات والسيدات في الشركات النسبة دايما تفوق 40% في كل الشركة بنسأل على نسبة ذوي القدرات الخاصة بنسأل على الكفاءات بنسأل على متوسط العمر بنسأل على المرتب الاول الخديجي الحديث بنسأل على كل شاب بيصدر بقديه احنا بنتكلم على ان الشاب الواحد بيصدر في السنة من 25 الى 100 الف دولار صادرات رقمية النقطة التانية فنم ان الصادرات الرقمية مزتها ان مفيش فيها مستلزمات انتاج انا ما عنديش مادة خام ان المادة الخام هي العقل البشري المدرب فبالتالي القيمة المضافة في مصر اكتر من 90% فان انا ما بصدر بمية دولار ما باستوردش مستلزمات انتاج مثلا بخمسين ستين دولار عشان اصدر بمية دولار لا انا باستورد كمبيوتر فقط واعلم الراجل والباقي باقي المية دولار يعني حوالي اكتر من 90% بتبقى مكسب صافي للعملات التصديرية فده الحقيقة ميزة كبيرة للصادرات الرقمية ادي احاك متكلم على الملف في الصادرات الرقمية ايه اللي انجزناه في الملف ده يعني كنا ادي ايه والنهارده بي ايه نكام ورحل فيين حاضر يا فنم احنا اه كنا اه سنة 2020 اه مليار و 800 مليون دولار دولار ايوة احنا السنة دي ان شاء الله هنقفل صادرات رقمية ثلاثة واثنين من عشرة مليار دولار ايه من اه مجموعة صادرات القطاع اربعة وتسعة من عشرة مليار دولار قطاع التصالات والتكنولوجيا المعلومات حقق اه نسب تصديرية وفقا لما اه اعلانات وزارة التخطيط في نهاية العام المالي الماضي عشرين اتنين وعشرين تهاتة وعشرين اربعة وتسعة من عشرة مليار دولار ان شاء الله بحلول عام اه يعني في نهاية عام عشرين ستة وعشرين احنا بنستهدف تكون صادرات الرقمية تسعة مليار دولار ستة وعشرين ان شاء الله واحنا قادرين على هذا باذن الله فاحنا هنقعدنا موفن بنسب من تلاتين الى اربعين في المية كل سنة باذن الله طب هل احنا ماشينا على الخطة من اول ما بدأنا من عشرين ساعتاشر الى الان ايوة بالفعل الماشينا على الخطة دي احنا في عام عشرين اتنين وعشرين اه وقعنا اتفاقات مع اه اربعة وتلاتين شركة لخلق خمسة وتلاتين الف فرصة تعمل في ثلاث سنين احنا الحد دلوقتي يعينا منهم اكتر من ستتاشر الف من الخمسة وتلاتين يعني بمعدلات تعيين اكتر من اللي كان اه متوقع ليه؟ لانه الشباب اثبت كفاءة عندنا اه عدد كبير من الكفاءات والمهارات الشاب المصري حين اه يعني يمنح فرصة تدريبية في منتهى الالتزام في منتهى الجدية في منتهى الاجتهاد اشتركوا في القناة